أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس بجس الوزراء حاكم دبي أن مجال علومي وأبحاث الفضاء يمثل مسارا مهما من مسارات مسيرة التنمية في دولة الإمارات نحو مئويتها في 2071 والتي تتترجم جهودها الرامية لحجز مكان رفيع في مضمار التقدم العالمي جاء ذلك بمناسبة إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء تحقيق إنجاز نوعي جديد تمثل في فوز لدولة الإمارات بصدافة دورية الحادية و70 للمؤتمر الدولي للفضاء وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم للمرة الأولى على مستوى المنطقة ومنذ انطلاقه في العام 1950 وقال سموه أن نهج التطويري الطموح لدولة الإمارات يأتي ثماره يوما تلوى الآخر بقيادة رشيدة وأكد سموه فخور بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر الفضاء الدولي 2020 بحضور 5000 من العلماء والروادي والمتخصصين